شهدت عين العرب كوباني هدوءاً نسبياً مع ساعات الصباح الأولى تخلى له إطلاق نار متفرق في بعض ضواحي المدينة أما الغارة الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فكان آخرها يوم الأحد هذا الهدوء النسبي لا يؤشر بأي شكل إلى هدوء مستمر فتنظيم داعش دعا لعشرات من مقاتله في محافظة حلب حسب ما آلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الانضمام إليه في غرب عين العرب حيث يواجه وحدات حماية الشاب التي تدافع عن المدينة مدعومين بقوات البشمرقة الكردية هي لجسة المرة الأولى التي يستقدم فيها تنظيم داعش مقاتلين من مناطق أخرى إلى مدينة عين العرب فهو يحاول منذ التسع عشر من سبتمبر أي منذ حوالي الشهرين السيطرة على هذه المدينة وقد بسط سيطرته حتى الآن على خمسين في المائة من مساحة هذه المدينة التي لا تتجاوز مساحتها ستة كيلومترات مربعة الغارات الجوية ساهمت في إعاقة تقدمه وميدانيا كامل القوات الكردية من وحدة حماية الشعب والبشمرقة التي قدمت لدعمها على مواجهته والتصدي له أسلحة طقيلة كثير منه وجاء إلى كوباني بإدارة البشمرقة لا يمكن الحديث عن انتصار عسكري حتى الآن لكن يمكن القول أن كوباني باتت رمزا للحرب الأشمل ضد تنظيم داعش فالعالم الغربي الولايات المتحدة وأوروبا لن يسمح بأن تسقط المدينة في أيدي تنظيم داعش وتركيا تعتبرها مدينة استراتيجية لها حسب ما أعلن رئيسها رجب طيب إردوغان وحرك بالتالي صمود أكراد كوباني الشعور القومي لدى أكراد المنطقة في العراق وتركيا فما بين الزخم القومي والدعم الدولي من جهة والزخم الأيديولوجي والقتال العنيف لمقاتلي داعش من جهة أخرى تستمر المعركة في كوباني ترجمة نانسي قنقر